ونبقى في الشأن البرلماني إذ أقرى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن هيئة الإنماء التجاري والسياحي وذلك خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت في مقره تفاصيل الجلسة مع غدير لمعيني تحت قبة هي الأبرز في إيصال صوت الوطن والمواطن وفي جلسته السابعة من دور العقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبرئاسة معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي رئيس المجلس تم قرار التوصيات بشأن سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الإمارة التي تمت مناقشتها في جلسة سابقة حيث أوصل أعضاء اليوم بأهمية استكمال تطوير قطاع السياحة وتوفير أفضل الخدمات للزوار والسياح بما في ذلك أهمية منح الهيئة الصلاحية لإصدار تصاريح لممارسة النشاط السياحي في الاستراحات والمخيمات كما أوصل مجلس بالإسراع في دراسة حجة مدن ومناطق الإمارة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية بجانب العديد من التوصيات الأخرى تم اليوم مناقشة عدد من التوصيات الهادفة والتي كان من أبرزها دراسة حاجة مدن ومناطق الإمارة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص من فدادق ذات مستويات مختلفة لاستيعاب الطلب المتزايد من قبل السياح ومنظمين المؤتمرات وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص توصيات منها الاهتمام بالفنادق والمنتجعات والاستراحات السياحية في الساحل الشرقي وإحدى التوصيات المهمة لرفعات اللي هي بشأن الأماكن المهجورة في الإمارة ما تشكله من سوء منظر للعام وبالتالي نتمنى من أنها تعطاها أهمية لعطاها جانب جمالي وبعد تلك المناقشات أقر استشاري الشارقة توصياته بشأن الهيئة داعيا لإبراز الوجه المشرقي لإمارة الشارقة وما تحتويه من معالم سياحية وأثرية قل مثيلها في المنطقة في عصر باتت فيه السياحة عصب التقدم الاقتصادي إذن تأتي هذه الجلسة لمناقشة توصيات المجلس الاستشاري بشأن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بما يسهم في تنمية جهود الهيئة في المجال السياحي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية لأخبار الدار غدير المعيني الشارقة